السؤال بعد كده بيقول مولانا هو يعني ايه الامل طبعا السؤال ده ده ممكن اجاوبه كده زي ما السؤال بيعرف له الامل هو ايه الامل هو رؤية فصحة في الحياة بما يعني انني استطيع ان اتقدم الى مزيد من الخير في حياتي هو ده وده الامل يبقى الامل لان انا شايف فصحة في الحياة فرجة كده في الحياة فصحة في الحياة كده يعني حتة في الحياة كده وسعة فصحة تريني ووسع الله في الحياة يعني الفصحة دي بتخليني ايه احس بي ماذا ان الله سبحانه وتعالى وسع هذا الخلق وجعل الحياة من عالم الوسع فالاصل في الحياة هو الوسع فلو سألتيني يعني ايه امل او لو سألتيني يعني ايه امل فهقولك امل ده اصل الخلق يدعو الى الامل لان ربنا قال وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها فالاصل في الحياة الوسع الاصل في الحياة مش الضيق الوسع يعني ايه الاصل في الحياة الوسع لان الاصل في الحياة ان ربنا سبحانه وتعالى معانا واي مكان نكون فيه مع الله فهو واسع لان اسم الله الوسع يتجلى بيه علينا طب انا لو ما شفتش الوسع ده لبن المشكلة في نظري انا مش المشكلة في وجود الوسع وعليه فيبقى الامل انا دايما بقول الامل ترد حاجات الامل حالة ان واحد عنده امل فهو في حالة امل والامل قيمة يعني الامل ده لو نسبنا الشيء ده الى الامل يبقى الامل ده شيء عظيم يبقى الامل حالة للانسان والامل كمان قيمة والامل كمان حقيقة وغاية يعني لازم الانسان دايما يبقى عنده امل ويصد الى الامل ثم يحقق املا اخر ويستمر ودايما بقول لا احبابي لماذا خلق الله الامل ليستمر العمل ان الله يحب من العمل ادوامه وينقل يبقى ايه اللي حاصل يبقى الامل ده ربنا خلقوا عشان الناس تستمر في الحياة وذلك الامل ده ارتبطت فيه سنن مهمة جدا في الحياة ايه اللي حاصل من السنة اللي ربنا ربطها جعلها في الحياة سنة اسمها سنة السعة اللي هي السعة ان الكون يتسع ويضيق بحسب رؤية بصيرتك يعني بحسب البصيرة انت ممكن تشوف العالم واسع او ضيق ولذلك دايما بقول كده لن يستطيع الانسان ان يكون من اهل اليقين من حفظ رب العالمين ومن انه وقع له التدبير ان يكون من المخلوقين الا عندما يعمل الا بالعمل بامل يبقى الانسان لن يستطيع ان يرى وصع الحياة التي خلقها رب العالمين لان ربنا مش يخلق حياة كده ربنا ما عندوش يعني ربنا لا يحتاج الى امكانيات لك يخلق الحياة لانه امره اذا ارد شيئا ان يقول له كن فيكون ويمين الرحمن ملأ سحاء الليلة والنار يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى عندما وسع الحياة لم ينقس هذا من ملكه شيئا يعني ايه يعني اذا ما الدوافع الاساسية للامل خمس دوافع الاصل في الحياة السعة ان العمل لا استطيع ان اداوم فيه الا اذا رأيت هذه السعة والامل عين للبصيرة يرى فيها سعة رب العالمين يبقى الامل يبقى ايه اللي حاصل الامل ده بيكون تحقيق لسعة في الحياة امر الثاني ينقل هذه السعة الى العمل فيعمل الانسان والامل كمان هو مسؤول بث الهم بماذا بمدد المولانا سبحانه وتعالى في قلب الانسان والامل كمان هو اهم شيء ممكن يعبد الله به الانسان عندما تأتي الاشياء فيقرأ قرأ من عندي نفسي الامارة بالسوء والشيطان فالامل اهم اداء من ادوات تسكية النفس لان الامل بيخرجني من ضيق نفسي الى ساعة رب العالمين فالامل مش بس همة في العمل ومش بس رؤية للعمل للوسع الذي ينتقل الى العمل لكن اهم حاجة كمان ان الامل تسكية للنفس من ان تغرق في الوجل عندما لا ترى الله الاجل لا ده بينتشني الامل بينتشني بقى من ده ويوريني جمال رب العالمين اخر حاجة وخمس حاجة ان الامل يجعل للحياة طعم من الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى اجعلها في الحياة وجعلها سنة الامل عشان يجعل الانسان يتلزز بالحياة ربنا جعل الحياة دي ومن اعظم ما يكسبها الطعم ويجعلها في حالة معرفة وموسرة لله هو الامل الامل مش هو الوهم الامل مش ان الواحد يتوهم حاجة الامل يعني ان انسان يعرف ان الاصل السعة وعليك ان انت تبحث حتى تجد هذه السعة